بسرعة أخدكم الخبر كده لأن احنا واضح جدا أن بقى شغلتنا في الإعلام زي ما نقول أخبار بقى شغلتنا كمان ننفي إشعاعات ومن أكثر الإشعاعات الإشعاعات تطلع على نوعين من الناس يا جماعة هو تطلع على شخص يثير للجدل وشخص ناجح جدا ومن ضمن الأشخاص اللي عليهم إشعاعات كتير جدا الفترة دي كل نجوم منتخبنا الوطني ببساطة كده هتلاقي في بعض الناس في وسط ما احنا كنا شايفينهم عملوا أحسن ما عندهم وحقيقي ما حدش في مصر كان زعلان وإحنا خارجين حتى من غير الكاس لكن كنا سعداء بمستوى وبأداء وبروح وبمكاسب تانية كتير احنا شفناها مكاسب ما كانتش هي المكسب المنتظر لكن كانت مكاسبنا من ضمن المكاسب دي أنه حتى الأراء الجدلية حوله كارلوس كارش مدرب منتخب مصر ابتدت تفهم أن الراجل ده بيشتغل بعقلية جيدة من ضمن المكاسب العظيمة اللي اكسبناها حاجة ما حدش كان واخد باله منها وهي الاندباط في معسكرات التدريب ودي تفصيلة يعرفها الرياضيين ويعرفها المهتمين بالرياضة أنه الاندباط في معسكرات التدريب تكلفة غالية قوي وعايز حسم كبير وعايز مدرب قادر يدير الفكرة دي يمنع دخول الكاميرات يمنع خروج اللاعبين بين غير أي مبرر يحصل حالة كده من الاندباط ومن ضمن نتائج الاندباط الاكتشافات الكتير اللي احنا خرجنا بيها من اللاعبين جدد ده اندباط برضو ده عدالة في توزيع الفرص دي كلها مكاسب بالمناسبة احنا كسبناها على خلفية كل المكاسب دي ظهرت اخبار كده بتقولنا انه كارلس كيرش قد يرحل عن المنتخب او انه هو قال كده يا جماعة لو انتو انا زعلين عايز امشي انه انا متنازل عن الشرط الجزائي كل دي كانت اعتقد انها اشعاعات لكن خلونا نسأل عن الحقيقة فين يعني مين اللي وراء فكرة تصدير كارلس كيرش هيمشي لا بالمناسبة الشرط الجزائي جبير لا هو هيتنازل عنه مين اللي بيزق المعلومات دي للناس ومن اللي من مصلحته انه في الفترة دي وطرنا هذا التوتر